روح اشتري ري ايجنت او كواشف او تيست بتاع المرض وروح اكشف على نص مليون عسكري وزامط في الجيش المصري هتعرف تعمل كده انت نشرت الرعبة في الجيش المصري انت يا سيسي بحمقتك وانانيتك ورغبتك في انك تبهد للجيش المصري قلتك انت عشرات المرات هنا واستغلاله عشان تحافظ على الكورسي انت دمرت الجيش المصري وليس اقل من انهم ما يعزلوك الان لانه بقى فيه عند نص مليون عسكري وزابط معرضين للايه للموت بسبب ايه فيروس فانا كنت خايف من السجون ان يحصل فيها ايه فيروس النهاردة الجيش كله معرض واللي مش مصدقني يروح يعمل الفحصات هو مش هيعمل فحصات دي واحد اتنين دليل عدم الانضباط والرحرحة والناس كان راشد بقى كده ان واحد من اللي ماته كان عامل حفلة بيحتفل بيها بانتهاء العزل الصحي وانه ريح يعني زي ما تقول ايه شوف ايا من المرض فقامواخد في سكته ايه خمسين ستين واحد من اللي كانوا في الحفلة صباح الخير يا مصر ده ده الانضباط محدش بيتابعه مفيش جهة رقابية بتقول يا سات اللوى الزم بيتك وما تخرجش لانه اللوى كبر وامتختخ يا عم انا بديل البلد يا عم في ايه انا اللي بابن الفيلل بتاعة السيد الرئيس امه الايه وانا اللي بابن الابرط عمه في ايه ده كلام رسمي تلاتة وده الاهم ان عفتح نفسه رمز البهواء التي لم تمر على الجيش المصري اللي هي معها حكيم عامر عفتح نفسه قعد يوم تلاتة مارس تسعة مارس اسف تلاتة ولا تسعة اظن تسعة مارس تلاتة تلاتة مارس يعني قبل اشهين يوم قعد مع قادة حوالي خمسين ستين واحد حصل اهو وكالوا وشربوا وتغذبوا الفيروس سوا اهو ايوه اهو قاعد في وسطيب وكله تشوف الرجل ابو شرب الان طلق لنا وفي اتنين تلاتة من دول اربعة خمسة ستة سبعتاشر واعني ما اقول اصيبوا وكلهم بسوه وكلهم حطوا الطبع على وشه الحمد لله بالسلامة ربنا اديك الصحة دي بقى اهواء السيسي عمل ايه في اللقاء بتاع بارح مع السيدات ام رايح بقى تيكشف عليهم هم قبل ما يجي يقعدوا معاه بثلاثة اربعة تيام تكشف عليهم هم ده المفروض نكشف عليك انت لان انت سبب المرض في البلد هو كشف عليهم وقاعد معاهم شوف انا قاعد مع اخواته زي حلوين كل واحد لازم في كتف اخوه بص 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 اه سلم يا باشا سلم يا باشا سلم يا باشا سلم يا باشا سلم الله ادي له بوسا بقى ولا حاجة فيش ولا لقطة فيها بوسا يعني انا اللي انا يعني المخرج بيعاقبني مش حارف ليه بس يعني طلع لنا ايه بوسا مش وهم سلم تمام تمام السيسي عمل الحكاية دي وجه يقعد مبارا ام قاعد بينه وبين اه عبعال جابوا عشان اعديه وجدع رئيس الوزر اسمه ايه مدبولي خلى بينه وبينهم مترين ونص اهي الصورة اهي اهي شايف مترين ونص من كل واحد على رأي صديقنا وزميننا الاهلامي مسعد البرباري الراجل بقيت لي امبارح اه اه في الحملة بتاعت الا اهي اهي وا دي الحملة اهي خرجوا المساجين بيقول المسافة دي يقعد فيها عشرة مساجين بيما فيهم اخويا علاء ربنا فك اثر يعني المسافة دي يقعد فيها عشرة قعد فيها مين المعلن الوحد لما اجيب الصورة ساعة المخرج الكبيرة بقى هتلاقيه قاعد وكل واحدة بعيدة كده عنه وفي اتنين بتاعة وارا في الفيديو حطين كمامات ايوا شوف الصورة من فوق اهيه دي حطها على الشاشة الكبيرة بعد ازن يا ديك زي ما تكون معمولة بالامر الصناعي والشاشة دي فيها حاجة اه مسافة اتنين متر ما انا ده مسافة صفر الزنزي بص قاعد 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 وجايب معه الستهالة وجايب معه عبعال كل دول ربنا يسطر عليه انا بقولك اوه ربنا يسطر ايه عليه اذا في عصر عبد الفتاح السيسي لا حصانة لا من المرض ولا من الفساد ولا من اي شيء للجنرالات واقولها بملء الفم لقد نشر عبد الفتاح السيسي الفيروس في داخل الجيش المصري واللهم سلم اللهم سلم ايه اللي حصل بقى لما حصل اللي المجموعة دي جالها الفيروس السيسي كان عارف لانه جال الفيروس وقاعد في البيت ومرضيش يطلع يكلمنا وما حدش فتح بقول اللي هو ولا حد تكلم عن ادارة الفيروس ولا مكافحة الفيروس اللي هو اول مرة قاعد في قاعدة محدش تسمعوا فيها وطلع قرارات طلع صور فيك وتاني مرة هو اللي تكلم الوحيد ما قريكم الا ما ارى انا طبيب الفلاسفة تلاتة وده المهم ان عبد الفتاح السيسي بعد ما طلع مبارح ما اتكلمش عن الناس اللي ماتت ما اتكلمش عنهم وهو يعلم علم اليقين انهم قد ماتوا لانهم ماتوا قبل كده وهتسألني ايه دلالة الاعلان النهاردة ده مهم جدا احنا انداش وقت نقاط هيا مش عاوز ولا نقطة تو مني ولا نقطة ان شاء الله ماتتوش مني ولا ولا نقطة لسه اكلمك عن الكلام في الاقتصاد والكلام لكن التلاتة دول اتنين اعلن عنهم رسميا واحد لسا احنا بنجد السلامة لكل الناس بس دول شغال معهم عشرات الالاف من الامالة المصرية من الشركات الادارة الهندسية ادارة المياه المشاريع الهندسية ما اعلنش عن وفاتهم السيسي ولا ترحم عليهم خرج من الاجتماع ونزل الخبر وده لأحمد موسى واحمد موسى قال لك ايه الناس دي ماتت شهداء لمقاومة كورونا اي 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 انا اعرف ان شهداء في مقاومة الارهاب اعرف ان شهداء في مقاومة العدو انما مقاومة كورونا جديدة جديدة نوفي مين اللي نزلوا لكورونا ما دخل بتاع خالد شلتوت ده بتاع الكورونا ما دخل شفيع بالكورونا ما دخل محمود شهين بالكورونا هل قدامك في الرسمة دي حاجة طبية هل دين ادارة طبية هل ادارة الوقاية هل حرب الكيموية لأ وراتهم عبد الفتاح السيسي في ورطة مش هيخرجوا منها ابدا عشان كده لحد هذه اللحظة في بعض الدول نشرت الجيش واعلنت عن حالة الطوارئ بما فيها بعض الولايات في امريكا وبريطانيا لماذا لم يعلن السيسي عن اعلان حالة الطوارئ او نزول احنا في حالة الطوارئ طبيعي نزول الجيش اللي هو منع التجول ليه ده سؤال قبل ما جاوبك عليه هقولك الدور على مين دلوقتي خلي اللي عشاشه ده كويس انا مبسوط منه وهقولك انت مرافو عليك حدلنا بالسلام ما نبسط اول لما بشوف يعني زملائنا في الاستوديو بنقعد مع بعضنا بتبع حالة كويس يعني شوف هاسيدي اذا اذا الجيش اللي ما بيعندوش مساجين كتير متين وخمسين الف ولا بيحتكب الناس في الشوارع مش كتير يعني هو شوية العاصمة الادارية والمشارية اذا الجيش وصل الكلام فيه الى قائمة فيها 17 لوة وعمين اللي انت المشهورة اللي انت شفتها من اسبوع عشر ايام دي ما بالك بالسجون والسجون فيها ربع مليون والربع مليون اللي هم اهل واصدقاء بيروح يزوروا وبعد الاقسام فيها ملاك احتجاز صح فادي اتنين من القايمة وقعوا لسه انت عندك محمودش لسه يعني ربنا يعني لا اتمنى الشر للناس انما محمودش هيين قالوا اسمه الزلاطن من الاربعة وبعد كده ونتنازل لوة 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 وبعدين عميد 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 رقيب 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 اللي انت شايفه دول الدور مش على دول لان دول حتما عندهم الفيروس ونتمنى السلامة للكل عشان انت ما فيه ويتوبوا بقى ويروحوا يلبسوا الجلابية طب صحيح لانه قعدهم في الجيش تاني هيعرضهم للمحاطر والسيسي هيتخلص منهم بص ما تجدلنش في الحتة دي لا يوجد ديكتاتور رحيم انا كنت باشوف الافلام الوثائقية بتاع كل الدكتاتور المستبدين في العالم هتلر وموسولين كل كل عالم ديك بص يا ابني مفيش حد مستبد بيقول له ايه والنبي يتحافظ له عن الراجل ده مفيش حد بيحافظ عن حد ولا ابنه هو انا وبعدين يجي يقول له في الاخر لي مش هتموت عشاني بقى ولا ايه يقول له صاحبه صديقه انت مش هتموت عشاني ولا ايه الفيلم لازم يخلص كده الفيلم لازم فيه انت هتخلص عليه هو خلص عليك هو شاطر لما اخذ عملكو زي المعيز انا اسف تعملين زي هاتفش مني بس هو عملكو كده حطوك كلكو وايدحكوا زي الخلفات اوعد كون فاك ان انا بقول لك انه يجبسكين او ادحك لا اوه سابق في المعمعة السؤال التاني بقى هو ايه كنا بقى سؤال فاكرة اساز قبل ده بعد ده لا يقدر الله الدور على مين قلنا لماذا ايه لماذا لم ينشر او يفرض حالة منق التجوال ليه شاطر قول لا ما انا مش عاوز كل واحد يعمل لي كده انا لازم يكون فيه اجابات لحد ما نحاول ده استوديو بعدين بعد الازمة بتاعت كونها ما تيمشي بص يا سينا الحكاية دي مهمة في الغالب والله اعلم واغلب ظني يعني ان بعض الظن اسمه صح بعض فيبقى اغلبه ايه صح عشان بس واغلب الظن عندي انا حمزة زوبع العبد الله الفقير انه طلب منهم النزول ورفضوه لان هم عندهم فيروس والشارع عندهم فيروس واذا كان الفيروس جاب اللوى واللوى 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 يبقى هيوصل لمين للناس كلها